السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا فيكم من جديد بقناتكم أحلى مواقف شطرنج معكم إياد الرضوان خلينا نشوف اليوم فيديو جديد من فيديوهات القناة وشكرا لمتابعتكم ودعمكم معنا اليوم هذا الموقف هو موقف جميل جدا الأبيض يلعب ويربح وقف الفيديو وحاولت لأي الطريقة المناسبة للأبيض لحتى يتجنب خسارة بياضكو بعد أخذ هاد البيضاق الحقيقة البيضاق إي فايف متن ما شايفين لا يمكن الدفاع عنه فالأفضل إنه نبلش نحاول بي البيضاق بي سيكس فالنقلة الأولى قصدي بي سيكس الآن ما أظن عند اللاعب الأسود خيار أفضل من أخذ البيضاق إي فايف ليش لأنه إذا ما أخذوه طبعا هذا رح يصير خطير وإذا حاول يلحق البيضاق الثاني أيضا هذا بنقلي واحدة رح يصير بحماية الملك وهو هيك الوضع كتير صعب على اللاعب الأسود خصوصا إنه ما فيه هدد تهديد مباشر للبيضاق بي فحيخسر نقلات كتير فلذلك فعلا هون الخيار الأفضل للأسود هو أخذ البيضاق إي فايف والآن لاحظ نحنا عم نقول إنه الأبيض بده يرباح فالأسود بقول خلاص لك أنا إذا أخذت هذا البيضاق رح أتعادل بسهولة فلذلك اللاعب الأسود هون ممكن يضحي بالرخ حتى مقابل البيضاق فلذلك اللاعب الأبيض إذا بده يرباح ما لازم يسمح به الشيء فلذلك الآن النقل بشوب دي ثري مهمة جدا لحتى اتراقب الخاني بي فايف من الرخ وأيضا تمنع الرخ هون من تهديد البيضاق لأنه إذا هددته رح يضطر البيضاق يتقدم فرح تجي البيضاق على العامود رح تجي الروخ على العامود ورح تأخذ البيضاق فهي النقلة رح تمنع هالسيناريو هين متل ما شايفين مراقبة الخاني بي فايف بالفيل وأيضا إذا إجيت الروك على الإي رح يكون في عنا بشوب على السي ومتل ما شايفين شوكي على الملك وي الروك لذلك هاي النقلة كانت قوية جدا وعلى ما يبدو أنه وضع الأبيض صار جيد جدا ولكن الأسود عنده محاولة أخيرة هي الروك على الإتش فايف هلأ شو التهديد بالروك على الإتش فايف التهديد الأول هون إنه يعطي كيش من العامود من الصف الثامن وبس طبعا إجيت الروك على الصف الثامن خلاص صار الوضع تعادل أو إنه ينزل بالروك هون إذا لقى الوقت المناسب على الصف الثاني بعدين يروح على العامود بي وإذا إجاء العامود بي أيضا رح يكون الوضع ممتاز ولكن اللاعب الأبيض عنده النقلة القوية جدا واللي هي البشوب على السي فور هلأ البشوب على السي فور كيش لوين بده يجي الملك على على الأي وان أو على الأي ثري طبعا حسب خيار الأسود هلأ رح نشوف ولكن الخيار الأجمل والأحلى إنه يروح على الأي وان فيها فكرة جميلة جدا هلأ منشوفها فهون شو رح يلعب اللاعب الأسود رح يلعب البي سيفن فملاحظين الفيل خانق الروك خانق وما في أي مجال لحتى تعمل أي شي حتى هون إذا عطت كيش أيضا الفيل رح يتدخل ويغطي عليها ولكن الأسود ما يزال عنده محاولات ورح يلعب نقلة انتظارية جميلة جدا الروك على الـ H7 وقف الفيديو وحاول تلاقي نقلة الأبيض التالية طبعا إذا اخترت الترقية بالبيداء لا وزير أو لا روخ فبحب أقول لك أنه خيارك متسرع جدا شوف بالترقية شو اللي صار اللي صار أنه الملك الأسود صار بحالة استيل مات متما قلت لكون النقلة على إيوان نقلة الملك كانت خيار جيد فالآن شو رح يلعب اللاعب الأسود طبعا كيش من هون ما بتفيده وإنما لأنه رح يغطي بالفيل وما رح تقدر تاخد الفيل لأنه رح يتحرر الملك من الاستيل مات ولكن النقلة القوية هي الكيش من الـ F7 والآن إذا أخذ الروك رح يكون الوضع تعادل وإذا ما أخذ الروك رح تنزل لهون كيش ويضطر الملك يأخذه والوضع تعادل حتى إذا إجا لهون أيضا رح يرجع كيش وإجباري رح يكون الوضع تعادل فلذلك شو النقلة الأفضل بدل ترقية الوزير النقلة هي النقلة الانتظارية البشوب على الـ F7 هالنقلة هي سكرت العامود هون ومنعت الاستيل مات هلأ إذا عطاكيش خلاص بكل أمان وهيك بيكون اللاعب الأسود خصير نقلة وما عاد قادر إنه يرجع على الصف الثاني هون فلذلك شو ما لعب رح يكون فيه طرقية آمنة للوزير وهيك رح يربح اللاعب الأبيض بسهولة هلا بس خلينا شوي في فكرة كان ممكن يلعب عليها الأسود ولكن فكرة خصرانة أيضا هون الروك البشوب الروك على الـ H5 فهي الفكرة بعد الكيش الملك بدل ما ينزل على الـ A3 رح يطلع على بدل ما ينزل على الـ A1 رح يطلع على الـ A3 في حال تقدم بالـ B7 رح تيجي الروك على الـ C5 في حال رقة لوزير رح ياخد الفيل وهيك رح يصير فيه نهاية ملك وقلعة ضد ملك ووزير طبعا نحن بنعرف هاي نهاية ربحانة بشكل أكيد للعب الأبيض ولكنه بده دقة كتير كبيرة فممكن اللاعب الأسود إذا كان اللعب بشري أنه يحاول بهاي النهاية على أمل أنه يحصل على التعادل لأنه هني كان مخاطرة يعني ممكن اللاعب الأسود اللاعب الأبيض ما يغلط بالاستيلمات أو يلعب بدقة مثل ما شفناه ويربح وهون أيضا إذا لعب اللاعب الأبيض بدقة رح يرباح شكرا للمتابعة لا تنسوا الاشتراك بالقناة إن شاء الله يكون عجبكم هذا الموقف وانتظرونا بجديدنا نلتقي مجددا بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة